بسم الله الرحمن الرحيم دلوقتي نتكلم على البلوكينج سكيم. البلوكينج سكيم احد التيلي بروتيكشن كوميكيششي سكيمز مثلا هنا عن درافل ديستانس ممكن يستقدم مع الخطوط طويلة او الخطوط القسيرة. الفكرة فيه هنا ان هو بيبعت الكارير سيدي بتاعته مع الزيد ريفيرس او زون اللي ايه? الرفيرس. معنى كان هو شايف برا الخط بتاعه وبالتالي هو مسامين على اساس حتى كاريرا سيندل يبعت ده بيعمل ايه? بلوك على مين? بلوك على العكس الوفور ريتش او الاندريش اللي هو بالمسف يعني الكاريرا سيندل اللي بيبعت عشان يسمح بالايه? بالايدي الترب. اما هنا الكاريرا سيندل اللي بيروح عشان يعمل بلوك على مين? على اليد الترب. مين لابدوش علاقة بالبسكسكي. طيب خلينا نفترض هنا ان الفلت حصل عندنا هنا برا الخط بتاعي فدلوقتي عندك شايف الفلت في الخط ريفيرس. وريدا شايف الخط الفلت في زون ايه? في جوة زون توف. فاللي يحصل قادي. إلي يحصل انengo الريلي ده اللي هو هنا. اللي هو شايف الفلت في الخط ريفيرس. هيبعت كاريرا سيندل اللي بار الخط بتاعنا. فساعتها يلي يحصل الكاريرا سيندل اللي ببعتك من هنا هنا راح تعمل بلوك على مين? على اليد التربان. خلو كيف كلام? مزبوط. طيب. يبقى الكاريرا سيند ده راح تعمل ليه? عمل بلوك. طيب افرد الفولت جوا الخط التاعي. دلوقتي ده مش هيبعت لها حاجة ولا ده هيبعت لها حاجة لان الكاريرا سيند بيبعت مع مين? مع الـ reverse zone. طيب. معنى كده ان ده في المرة الاولية لما كان الفولت برا. بقى الكاريرا سيند ده عمل بلوك على اليد الترب. فالليه ده هيطرب بالبسك سكين وده هيطرب بسك سكين. طمام. دلوقتي ده ما بعتش الده ولا ده بعت لده. فالتنين يطربوا ايه? بالـ بس ده غلط. ليه بقى? لان انت ده ما بعتش الده او ده ما بعتش الده. ايش ضمنك اللي هو ما بعتش بسبب ان الفولت برا خط مش ممكن يكون الفولت برا خط بس الـ communication ما بين الخط ما بين الخط بتاعه وما بين الـ related or related في failure. ازن عشان يطرب لازم ما يجلوش من الناحية التانية بلاص لازم تكون الـ communication ما لها. الـ communication. خلاص كده? نعم. يبقى الـ carrier send up بعت مع reverse zone. الـ edit trip بيشتغل لما يشوف Z1B بلاص آآ آآ بعت لهوش كهو يسيب بلاص ان الـ communication ما لها الـ communication بتاعتك ايه? هي بس في آآ تركية واحدة بس في الـ skin ده فاشح حاجة اكتر واقل اني بيقول لك ايه? بيقول لك الخط ده شايف من هنا الهنا. تمام كده? طيب. بالنسبة لخط ده بقى. لو شايف فورورد مسلا من هنا الهنا. يعني دي المسافة اللي هو بيغطيه في الفورورد. حلو كده الكلام? طيب. هل المنظر ده كده صح? يعني هل ده يغطي reverse مثلا نفترج لحد النقطة دي فقط. وده يغطي فورورد لحد منطقة دي فقط? الكلام ده غلط. ليه بقى? بيقول لك هنا لو حصل فورط في المنطقة اللي هي دي بقى. مش هشوف. واحد فيهم هيشوفه فورورد جوة زون زون دو بتاعته. والتاني مش هيشوفه فده مش هيبعت له ده حاجة فبالتاني ده هيطورة بايه? اذا لازم بتاعت البريكر دي. اه. تبغطي اكبر من اللي تغطيه زونتو بتاع 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 البريكر للقصادة اني حتى هنا. ده في. طبعا بلاص في معلوها برضو مهمة جدا. عشان برضو محكش جيرسن كيه وخلاص. شايف الخط الفؤاني ده اللي هو اللي هو مسلا بريكر دي بتغطي زونتو قد دي? لازم القيمة دي كلها ما تعديش خمسين في المية من من الخط اللي بعدك. ليه? عشان ما حصلش ما بين البريكر دي والبريكر ناحت تاني. يعني لو بريكر دي بتغطي بسلا لحد مسلا مسلا سمعين او تمانين في المية. حيب كده الكلام? ودي مسلا برضو بتغطي مسلا زونوان مسلا لحد سمعين في المية بس. لو فولت حصل عندي خمس سمعين في المية. ده شايفو زونتو وده شايفو زونتو. فالتنين كده اترابوا ايه? اترابوا مع بعض. فلازم الزونتو اللي بيتكافر عن طريق دي يكون عندي خمسين في المية بس من الخط اللي ايه? بالخط بعد خمسين في المية من اقصر خط بعدك او من اقصر خط. تمام. عشان حتى لو في كانت خطوط طويلة يعني معنا كده اعمل افر لا بعد خطوط القصيارة. تمام كده الكلام? طيب. عشان نشوف الكلام ده بنتخش في الديفايس كونفيجراتشن اكتف عندي هنا في الديفايس كونفيجراتشن وبعد كده هخش عندك هنا في الماتريكس. هاخش اول حاجة في الديفايس كونفيجراتشن هستقبل هنا على تشانل وان طالما ان انا هشتغل تو تيرمينال خلاص اا اا او تيرمينال بس انا شغال اصلا تيرمينال. وهاخد كبينير يومبوت تاني للي تشانل فولتي عشان تأكد هلسي ولا مش هلسي. تمام? هستخدم هنا بتاعي مع اللي هو رقم عشر. وابعت انا عندي هنا ايه? بتاعتي. تمام? هبتنز بقى ان انا اروح هنا على الفريجة. راح ان الصفحة الاولى هلسي. الصفحة التانية. الصفحة الاولى بسلا هلسي. انا مدة نص سانية ولا حاجة. والصفحة التانية فيها جوة زد وان بي. هشوف دلوقتي انا هحقنه مع تمام? شوف بس بعد هو لسه. تمام? مع فالمفترك كده ترى بيه? اللي هي زون تول اللي هي ربعمائة ميلي سالة. مع وزاوة وزاوة ترى بيه? تمام كده? تمام كده? طيب. تمام كده? طيب. تعال بقى نعمل ايه? ندي له. اول دهات انا حقمت ازون تو او زد وان بي يعني بدون ترى. وبالنسبة له انا ما ديتهوش بباين نهمهم بتاعي التشانيل فولتي فبالنسبة له شفل الدنيا غلسي. فاشتغل ايه? اشتغل اللي هو بالسفر بالسفر بتاعك. لو انا بقضيت وتشانيل فولتي وجيت حقمت. هنا بقى اشتغل باليه? بالبيزيك سكيم اللي هي كان. اللي هي زون تول. تمام كده? طيب. ولو عايز اشوف الزرن بتاع السند بتاع الكارير سند هشيل الالبوت كونتاك تاعمل هنا. واروح لليه? للتالي بروتيكشن ديستانس. وهيجي هنا في التالي بروتيكشن ديستانس. اختار اللي ايه? الكارير سند بتاعي. فين الكارير سند? اتنى. اهي كارير سند سيجنل. طبعا? ابرمج عليه هنا. وبعد في الحالة دي انا في الحالة دي انا مضطر هنا اروح احنا هنا الريفيرس. وبرضي نفس الكرام. طبعا مع احنا الريفيرس احنا يرسي في الريفيرس. اهو. والصفحة التانية احنا ايه? ريفيرس زون. طبعا ريفيرس عند خمسة قوم فانحنا مسلا اربعة او. طبعا كده? ونشوف هتطلع الايه? الكارير سند امت وفطر يطلع كمان بعد خلص هو كده فوق لا ليسا كده بعد كده خرج اللي ايه الكارير سند بتاعته مع زون الريفيرس لو انا خليت هين كده فورورد. اهو كاشا فورورد ريفيرس. ايه ده? احنا الصفحانية بل كده من فورورد عشان? اه. اه. اقداني عندي هين كده فورورد. ما طلعش عشان. اصبوه. تمامك. نعمل بقى بعد كده الكارير انت الريفيرسة بالمرة على بلوكينج سكين. طيب خلاص هنوقف الفيديو ده كده الواحدة. اكامل كاريرانت ريفيرسة. طيب الكارير انت شايفة فورورد. فلو حصل ان البريكر اللي هنا دي فتحت. قبل ما البريكر التاني اللي وصل ده تفتح. وحصل ان اللوقتي الفولت بعماش في التعايير ماشي في الاتجاه ده رح يغز الفولت. فالبريكر دي كانت شايفة الفولت ريفيرس بعد كيه شايفته ايه? فورورد. ودي هو خايف من الريزبونس ازا انا اتفاني نفس الكلام في الوفر ريتش. خايف من ان ده ما يكونش لسه شايف الفولت ريفيرس. فإن اللي هيحصل? تعال نشوف قبل ما تفتح الوضع قبل ما تفتح الوضع. قبل ما تفتح الوضع ده شايف وده شايف فورورد زون 2. فده بعت لده بلوك سيجنال. قال لو ما اترابش الفولت مشتاعدة احنا كده نشتاقل ايه بسك سكين. حل ده شايف الفولت يبقى هو ده شايف وبعد كارير سين. ده شايف فورورد ومستقبل كارير سيف فعمل بلوك. لو جاء والبريكر دي فتحت والبريكر دي. شافت الفولت فورورد. قبل ما ديه تشوف اللي هيحصل. ده اللي عند الآن يشاف المشكلة. لكن ده ما شافش اي حاجة ده كان شاف فورد ولازالش شاف فورد. ده يبقى شاف زون 2. وده لسه شاف زون 2. ده لما شاف زون 2 مفترض ديها بتاع الكارير ايه? الكارير سينت. صح كده? وده المفترض ان هو اصلا مش بقى الكارير سينت. يبقى اصبح عندي زون 2. وزون 2. وزاوي الكارير يسيف. وزاوي الكارير يسيف فالاتنين يترابه ايه? فده الوقت ده مفترض يمنع موضوع على الخط التحت تاني. فاللي يحصل لما يشوف وبعد كده يشوف اول حاجة عشان يمنع البريكل اللي قصوده اطلب فمفترض ما يقطعش عنها. يبقى معنى كده الكارير سينت اللي ما طلعه يفضل طالع برضه الفترة الزمنية اللي هي بتاعت ليه طب بالنسبة له هو ده كده كده ما كانش بعك له حاجة وهو شاف كان شاف زون 2. وزاوي الكارير يسيف. فمفترض ان هو يطراب ايه? فهيعمل بلوك على ايد التريب. يبقى هو هنا عمل بلوك على ايد التريب. بس عمل ايه? وفضل مخل الكارير سينت طالعا لمدة الزمن. بعكس الاوفر ريتش. اوفر ريتش كنبيع بلوك على ايد التريب وبيع بلوك على الكارير سينت. تمام كده? طيب. نروح للكلام ده. احنا اخديني الاوباد كونتك بتاعنا مع مين دلوقتي? مع الكارير سين ده ايه. صح كده? نكمل بقى شغلية عليه. الصفحة الاولى هيشوفها ريفيرس. تمام? الصفحة التانية هيشوفها ايه? فورورد. بس فورورد ده كم? مسلا. سبعة. سبعة. فهيعمل ايه هنا? التايم بتاع الصفحة الاولية كم? التايم بتاع الصفحة الاولية? اه خليه مش كبير اوي خليه مش كبير. خليه متين وعشرين مسلا. تمام? اه المفترض انه هو مستقبل كارير رسيف. سيجمع ان هو مستقبل. لقد خليه نشوف الكارير سين ده يطلع عامل ازاي? احنا الاول صفحة اصلا صفحة الاولى اصلا هنعملها تلاتة اوم بواحد امبير. ده فورت فورت الصفحة التانية سبعة اوم واحد امبيرجر زد اوم بي. تمام? هنخلي هنا الكونتك لما يفتح لان هو ايفر في الصفحة الاولى. انت هاخد الكونتك مع اي اصلا? مع كارير سيند. تمام. فبس فهاخد هنا الكونتك لما يفتح لان هو يبقى مقفول في الصفحة التانية. فالمفترض يفضل مقفول لنفس الزمن بتاعنا الميت ميلي ساكند بتاعي. اه سبعة الولة امتين والصفحة التانية ما ايه? تمام? بس فانحينا كده. فاصل عطوط طب لاحظة احدة. تمام لو احنا زي ما شفنا كده لما اقولنا سوري هنا بس تانى لاحظة احدة. اه الكارير سيند هنا لما شفنا لما حقلنا ريفيرس واكاة فورورد تتقطع على طول. ايه? تمام? وده اللي كان حتى جامعنا من شواء لما انت بتلي خلي الصفحة الاولى كمان ريفيرس والصفحة التانية ريفيرس. اه بس هنشوف يعني انا فهمك دلوقتي القصة في ايه? الكارير سيند هنا اللي هو اسمه تلي بروتيكشن كارير سيند سيجنل دي. حكا في الكاريران تتقطع على طول. السيجنل اللي هي بحصل الله استطالة هنا اسمها تلي بروتيكشن ترونزينت بلوكينج دي. هي دي اللي انت ادخدها. هي دي اللي بحصل الله استطالة. فلو انت خدت دي. دي اللي smash that one please? خلي عليها حادي مبنى مش تفرر. قص تلي معا. انت قص عليه معا. آه Jahren ماشي ماشي صح صح. هنشلها تلي دي الليU. هكذا ها ف Одين؟ نعم ٢٧ يوحي لا يوجد هنا لا يوجد هنا لا يوجد هنا هذا المزيد يجب؟ أهلا فعل شيئا انتظرنا الثاني دي العادية. دي العادية دي هتتقط على طول عادي. هنشوفها في المانيور برضا هفتح لك في المانيور انشوفها. اهي. دي بقى لما تيجي تاخد انت هنا كده. اتعلى الصفحة التانية. وخليها اهو. اه احنا اقول لما تفتح. هتلاقي دي اللي ايه بعد كان بعد المية ميلي ساكن. طبعا? هنجيبه في المانيور ونرجع ليفتح فيديو تاني. طبعا باشا هنا بص اهي. في المانيور جبناها. موضوع اللي هو الديستانس ترانزينت بلوك ده. ده اللي هو الطايمين بتاعنا اللي هو البيلوك تايم والويت تايم. البلوك تايم والويت تايم. البلوك تايم ده اللي هو فكرة انت بقى تشوف ديستانس ريفرس. حسب الزون اللي انت حاطتها فيبتدي عد الزمن ده. ويديك السجنة. او ما يشوف فورورد وما يشوفش ريفرس. هنا بيبتدي بقى يحصل ايه? ان السجنة تقطع عنه بسفر فيبتدي ان هو يعد الدروب اوف تايم بتاعه. تمام? ويفضل دي ايه? نسجل عادي. وطبعا فاكر انت لو احنا جينا هنا في الصفحة دي وحطنا دي تلاتة فيزون والد. فهتلاقيها تقطع الستانس. الفكرة هنا فين? دي عامل الحتة اللي انا عملتها دلوقتي دي زي دمائكم بالظبط. فاكر في المائكم كان فيه حاجة اسمها معمولة ايد سلاش زد وان. ده معناها ايه بيقولك والله مش منطقي انت الوقت وقلت لي الفلت كان في الخط رفوية صح? فلما دايشوف ريفرس وبعد كده يشوف زون تو ساعتها يفضل عامل استطالة للكارير سند بتاعه اللون طلعه صح كده او هطل طان. فالمفترض لو شاف الفلت زون وان يعني بعد كده شاف ريفرس وبعد كده شاف زون وان ده معناها اول ما احسس زد وان تريب يبعه الكارير سند اللي ناحية تانية. ليه? لان هو لو شوف زون هنا ده يطرب بزون وان. بس بالنسبة لده. لو فادل ماشي بنفس اللوجك. هيفقدر بعيده الكارير سند فيعمل هيعمل بلوك على ايد الترب. فالمفترض لأ لو ده طرب بزون يبعى الكارير سند المين. يبعى اه ما بعتش قصد يقطع الكارير سند عنه فيخلي اللي ناحية تانية تطرب ايه? تطرب ايه? يقطع 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 الكارير سند عشان يطرب للناحية تانية. فلو انت عشان شكاة من شوق من اول زون وان اه خمسة او. زون تو تمانية اوون. فلو انت حان هنا اللي هو زون تو وبره زون وان هتلاقي على اللي هاستطارة بالميت ميلي ساكن. تبا? لو انت حانته جوه زون وان يعني بقت اربعة اوام يعني فوت جوه خطه. مع اه مع الترب بتاع زون وان تلاقي طبع. طبعا التلاتة وسبعين دي احنا عارفين ليه? لان هو الليه اصلا البيعيبر بتاعنا عن دير بس بيشوف ديليم ما بين صفحة جوه التانية عشان نقلب من ريفيرس الفورورد. انا شوف ريفيرس الفورورد اصلا بتاخد تلاتين واربعين بلاسة نزول وان اصلا بتحتاج تلاتين ميلي ساكن عشان تعمل ترب. عشان كيه طلع معنا حاجة وسبعين. فلو ما يكون برو تطلع حاجة واربعين تقريبا حاجة وخمسين ميلي ساكن. تقام كده? خلاص كده. اشتركوا في القناة